كشفت البعثة الطبية المصرية بمكة المكرمة والمدينة المنورة أن عدد الحجاج الذين تلقوا العلاق بالعيادات وصل لنحو أربعة ألاف وتسعمائة حاج أضفت البعثة أن عدد الذين تم احتجازهم بالمستشفيات وصل إلى ثلاث وعشرين حالة خرجت منها سبع حالات وتم عمل الغسيل الكلوي لأربعة حجاج وقد عقدت البعثة 662 ندوة تطقيفية من فرق الطب الوقائي استفاد منها حوالي 18750 حاج وسط هذه الجمعة الغفيرة التي جاءت تلبية لدعوة الرحمن بأداء الفريضة وصلت البعثة الطبية المصرية عملها الليلة بالنهار لتقديم خدماتها التشخيصية والعلاجية لديور الرحمن مع عمل متابعة ميدانية من قبل مسؤول البعثة للوقوف على الخدمة الطبية التي تقدم للحجاج المصريين والتي شاهدت إقبلا وصل لأكثر من ثلاثة ألاف حاج تلقوا الخدمة الإلاجية من قبل كوادرها الطبية وصل تقريبا المترددين على العيادات أكثر من ثلاث ألاف متردد ومستفيد الندوات التثقفية بتاعت المجموعة زميلنا بتوعد للطب الوقائي مستمر على كافة الفنادق الموجودة بيتم عمل توعية بيتم عمل إرشادات لأن درجة الحرارة بدأت تتزايد في الأيام الأخيرة عن سبقاتها فالتوعية مطلوبة عشان طبعا الوقاية خير من العلاق حالات الغسيل الكلوي أعداد الحمد لله أعداد بسيطة وبيتم متابعتها مع المستشفيات المديرات الصحة بالعاصمة المقدسة في مكة المكرمة عاملة دعم كبير جدا للبعثة المصرية والحجاج المصريين والحمد لله الأمور مستقرة بتاعت كافة الحجاج الموجودين في المستشفيات حتى الآن مجموعة الطب الوقائي الموجودة في البعثة الطبية بتعمل زيارات مستمرة للحالات بعد خروجها من المستشفيات لطمئنان على صحتهم ومتابعة العلاج اللي هم مستمرين عليه بعد الخروج من المستشفيات كما واصلا فريق الطب الوقائي بالبعثة عمل أن هدوات التوعوية والتثقيفية للحجاج المصريين فور كل صلاة بمقار إقامتهم كما تم توفير كافة الأدوية والمستلزمات أولا بأول من خلال المغزون الاستراتيجي والتموين الطبي بالبعثة بتجلنا حالات ضغطة بتجلنا حالات سكر وبتجلنا حالات خدم سكري بنسبة كبيرة برضو تقرحات في الرجل وغيرات جراحية لها بتجلنا حالات القاورون والإمساك والحاجات دي كلها برضو تيجي بصورة كبيرة عزيات الأعداد ده من后 من توفير الأدوية من طريق الإمداد والنغزون الاستراتيجي من إدارة الإمداد الصيدالي والتموين الطبي الموجودة معنا هنا بنوفر جميع أنواع الأدوية الموجودة للحالات التي ممكن نستقبلها في العيدات زي أدوية خاصة بالالتهابات أدوية البرد أدوية الالتهاب الشعبي اللقاحة أدوية الحساسية التهابات العين عشان نرتفع درجات الحرارة التهابات الجلد مجوعة الحيوية قبول واستحسان من قبل الحجاج المصريين تجاه أعضاء البعثة الطبية المصرية الدوني علاج الكولون والحمد لله بتابع وياهم يومية فأيمين بالواجب برعوشين قراء تزين مشعل أنت فوق الخيال بجاد لا يبرك لكم ويصلح لكم حالكم ركب تعبانا جيت دهنها لي كريم والدوني برشام ده خلت الدكتور جلوية بصراحة عمل معاه الواجب ودهن حبوب وكشف على ضغطه وسكر وكل حاجة خدمة ضيوف الرحمن شرف لنا شعار أصبح واقعا ملموسا لدى أعضاء البعثة الطبية المصرية الذين يواصلون الليلة بالنهار لتوفير خدمة علاجية لضيوف الرحمن تصل لمستوى الجودة محمد حلمي التلفزيون المصري